عشان بس معنا دقيقة واحدة منتخب الشباب يخسر بربعية أمام السنغال تعليقك بدون تعليق هكذا كنت موجود في المنعب طبعا بدون تعليق طبعا أنك تخسر من السنغال على أرضك ليه ليه محتاجين تعليق حتى لو في الدقيقة بتقولها بتنظمها مصر فريق الوطني يخرج من دول المجموعات أكيد مسؤولية تحملها تحدي الكرة بالكامل فترة إعداد أعتقد كانت سيئة جدا لمنتخب الشباب كابتو حمود جابل يتحمل المسؤولية برضو مع اتحاد الكرة مدرب غير مظلوم مدرب هو خد سنتين مع المنتخب ده لو تلاقي اشتكى دلوقتي من اتحاد الكرة طب أنت ماشتكدش ليبقى لك سنتين هو ماشتكىش على فكرة وكان في المؤتمرات الصحفية بيتكلم وبيقول لا أنا عامولي لي كل حاجة أنا كان عندي مطشاط ومطشاط ودية لا أنا كنتم أشوف أن اللعيبة حتى اللعيبة مش عايزة تساعد نفسها المدير الفني ما عندوش الجديد اللي كان يقدمه المنتخب مصر متخب بحجم الشباب ده اللي هو يعني خلاص احنا بنعول على الاجتماع لعمل التحاد الكرة من أجل يعني منقشة اللي حصل في هذه المباراة ويعني استعداد قادم أفضل بالنبذة المنتخب الشباب